فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد بسم الله الله ومحمد على سيدنا محمد وعلى اليوم وصحبك السلام عليكم ازول فلا وان اخواتي كما شدتوا البارح احراني بقصت لكم الفيديو تح هذه الجنواز اللي حضرتها لكم بالميكسو طريقة مختلفة واليوم ان شاء الله راح نكملو ان شاء الله التحذير الدحا اللي ان شاء الله اليوم نخدمو بقية التفاصيل هذه هي اخواتي اول حاجة رح تحضرت كريمة المسلين اللي حضرتها بنصف لتر حليب ملعقة صغيرة فانيلا مية وعشرين غرام سكر عادي وثمانين غرام نيشاء المايزينة هذه الوصفة من اسهل ما يكون اخواتي تحضري كل شي تخلطيه بارد في بارد تخلطي الحليب والنيشاء والسكر والفانيلا بعد ذلك تديها فوق النار وتحركي جيدا حتى تتحصلي على كريمة الحلواني المهم انه هذه الكريمة مناحظة مهمة فيها ومليحة في فترة الصيف ما تخافيش منها بعد ذلك تحطيها تبرد تماما تماما ملاحظة مهمة لازم تبرد تماما اخواتي بعد ذلك باش نزيدو لها ميا وخمس وعشرين غرام تعمار غارين ولا زبدة من الاحسن تكون زبدة ما عندهاش رائحة يعني تكون حاجة كالية مليحة اختاروا مثلا فلوغيال ولا بسك الضوقة لابا لا نخدم تبلاب بال ثاني مليحة يعني ما تخليش انا غياغقو هنا اخواتي امبعد تخلطوهم جيدا وملاحظة والمرقرين تاكول زبدة تاكول يجبطيها مثلها جخمس دقايق مليغش تكون سخونة مليغش تكون باردة بزف بزف المهم الكريمة هي اللي تكون باردة هذا هي كريمة الموسلين بدوني بايض خوتاتي اراني حضرتها حضرت الكريمة الموسلين يعني تبعو هذو ازيته بخوتاتي هذو الخطوات وهما اللي خليك تنجحي في العمل تبعي الخطوات حضرنا الجنواز البارح خليناها في الثلاجة ومعد رحنا حضرنا الكريمة الموسلين وذروك نروح نحضروا الشيربات اللي خدمناها بواحد كوب سكر واثنين كوب ماء بعد ذلك نحضر كريمة الشانتية ثلث كيلات الشانتية وضفت لها ثنين كيلات تاع الحاليب بارد 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 يكون تقريبا مسلج نجاح كريمة الشانتية مرتبط بالحاليب البارد ولا الماء البارد بعد ذلك تخرج هذه الجنواز وقسمتها على أربعة كما راكم شايفين هنا اخواتي هذه الجنواز من أرواع الجنواز اللي ممكن نديروها راني درتها لكم والرابط راهوا كما راكم شايفين هنا بعد ذلك رحت اديت هذه الهبوشة والجي الطعابل عمرتهم بذيك كريمة الموسلين نبدأ ويعني عملية يعني نخدمها كامل الجنواز راهي هنا قدامنا هنا راهي قدامنا كريمة الموسلين وكما راكم شايفين أنا نحب هذه الطريقة ما كنتش نديرها كنت نخدم بالملعاقة لكن هذه الطريقة اخواتي تعاون لك وتضمن لك أن يكون لبيسوري يعني السمك طبقة كاملة هذه يكون عندها نفس السمك يعني يكون هناك ماشي جيها يكون فيها بزاف كريمة موسلين وجيها يكون فيها قليلة بعد ذلك أنا حشيتها هنا بالبانان بالموز إذا تحبوا إذا حبوا بالفارة ولا إذا تحبوا بالخوخ معنا في فصل الصيف الله يبارك الفواكه راهي متنوعة أدرك هذا يعود لك وهذه ما دمرني خادمتها للبيت على حساب ذوق البيت أخواتي هنا ملاحظة لم أقلتها لكمش الطبقة الأولى شربتها وبعد ذلك كريمة الموسلين والموز والطبقة الثانية لازم تشربها ثاني بذيك تشربت أخواتي أنا كثرت الشربت يعني في الدار يحبوها مشربة مليح 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 و لكنها صراحة رائعة على سيفط و أخواتي كما رأيكم شايفين هنا هذه الطبقة يعني الطبقة الأولى و بعد الطبقة الثانية و بعد الطبقة الثالثة ثانية حتى نكملوا كامل الطبقات كما رأيكم تكملوا كامل الطبقات حتى نوصلوا للطبقة الرابعة في الحقيقة وضعت بحطة الطاقة خطر الصحن الضوار حضرت الطبس قليلا ملتحت وضعت بحطة الطاقة ومعنا ندورها في السباتول وكما ندعى الاسباتول لا تفعل الحساب لديها خدمة على حساب الامكانيات لا تفعل حسابها اشتركوا في الفيديوهات السابقة كنت نخدم بالملعاقه كل مره تبدأوا تشيروا حاجه وتبدأوا ومنين ذاك تبدأوا تخدموا حتى ترجعوا بروفيسيوني في العمل هنا يرى نيدرتل هذيك الطباقة على شانتيق وتاتيقوا مخيتو بليل شانتيق ديتلكم ست كيله تبسوش كيله علاش لانه لازم كريمة شانتيق تكون حاكمة روحة باس تقدري تزينيها اذا ما كانت حاكمة روحة مليح تجيك صعيبة في التزيين هذي من بين اسس نجاح في التزيين بس كيله تزيين شوية صعيب يعني لازم له وحد اليد ولازم له وحد على كل حال هذي كي مخدمتوها الجبنين لانها راي مخدمة الافراد الاسرة المهم يعني المهم تعرفوا بلي راكم خادمين بحاجة نقية حاجة تعدار هذي هي بعد ذلك نكملوا التزيين هنا يا درتلها هكذا هناخوتتي في الكريمة عشانتي راني ضيفتلها لغوم تعليف خاز انا المشكلة هنا فقط مايش بينتلي مليحة في التصويره بس كي هذي راهي بيضه هي انا درتها شوية غوز يعني حبيت نعطي لها اللون الوردي ومعت في الاطراف درت لها شوية عكوكم حمص ومرحي خاشد وهنا يا الفقرة اللي تزوبتلها شوية تعالى قاناش انتو ما وش حبيتو تقدروا تزوبوا لها شوية شوية شوكولا تقدروا تخلوها غير هكي تديروا لها شوية حقيقشة يعني هذا يعود ليكم يعني ما فيهاش التزيين لانه حلوة مخدمة للبيت التزيين يعود ليكم ويكون اختياري هذه هي الوصفة اخواتتي ما فيها حتى تعقيدات كي ما راكم شايفين هنا ثاني في الاطراف درت لها شوية عكو تعالى قاناش هي في الاصلة نديرها كامل بها نديروا كل وردات انا هنأ ما عليش على كل حال درتها هكذا المهم حاجة للبيت فقط تفرحي بها فقط افراد الاسرة وانا زينتها بشوية تعالى ورق هذا كتاع ذهب ماشي حاجة وها هي كاملة تلات طاقت تاع ايليانا نقولها عيد ميلا تساعد حبيبتي ايليانا ذي تغزي اللامري من شاء الله العقوبة لمية سنة وان شاء الله اخواتتي كل مراراني حندلكم وصفة مختلفة عن الجنواز ان شاء الله هنقولكم بدأوا تعلموا يعني بشوية بشوية كل عام انتم بخير هذه هي الوصفة خرجت من اروع ما يكون وصدقوني اخواتتي تستحق التجربة ان شاء الله شاهدكم بالجنة حبيبتي دم تيم مودة اللقات جراكوا تلحنا التلويذ ارتيب نيليز